أسلام عليكم مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم بكل خير نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعون فيها اليوم ثالث يناير يدخل حيزة تنفيذ القرار الذي اتخذته السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين من ولوج تراب المملكة وذلك على ضوء تطورات جائحة كوفي 19 بالصين ونطرح السؤال بالمناسبة عن التدابير المتخذ للحيل لدون انتشار المتحورة الجديدة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية مشروع هيكلي مرتبط بإصلاح القطاع الصحي ودمن النشر نستحضر الخطوط العريضة لهذا الورش الذي رسم معالمه جلالة الملك لتمكن كل المواطنين من الحق في الصحة ونطرح السؤال حول أفاقه وأبعاده الاجتماعية والمقاربة المغربية في مجال تصدي للإرهاب هي مقاربة شاملة وناجعة في تجريف منابع التطرف مقاربة تحدى بإجادة دولية ومكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المغرب أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اليوم ثالث يناير يدخل حيزة تنفيذ القرار الذي اتخذته السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الولوج إلى تراب المملكة وذلك على ضوء تطور جائحة كوفيد 19 بهذا البلد الأسيوي بلاغ الوزارة الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أوضح أن المملكة تبعت عن كتب خلال الأسبوع الأخيرة تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية مبرزة أنه على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعيتها فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين أيا كانت جنسيتهم من الولوج إلى التراب المملكة وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء الاستثنائي الذي سيتم تطبيقه ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على صداقة القوية القائمة بين الشعبين والشركة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبتة بها وبشدة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء البروفيسور عبدالله بدو مدير مختبر المناع الجينية بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أهلا بك بروفيسور إذن الصين تشهد تفشي غير مسبوق لكوفيد-19 ومتحورات جديدة هل ممكن أن نتعرف معكم بروفيسور عن دواعي المخاوف التي أعلنت عنها العديد من الدول والتي دفعت إلى فرد قيود وتدبير احترازية للمسافرين القادمين من الصين نعم مساء الخير كما نعلم الصين نهجت واحدة سياسة التي تسمى صيف الكوفيد في البداية وهذه السياسة هذه تجعل أن الفيروس يعني يبقى منحاصر والآن في بداية شهر دجمبر فغيرت الصين من سياسة ديالها ورفعت القيود وبالتالي اللي يقع الآن هو أنه الفيروس انتشر بوحد يعني بوحد الطريقة سريعة جدا وكذلك ربما هناك بعض المتحورات الجديدة اللي هي متحورة تانوية ديال اوميكرون ليست متحورة جديدة لكن متحورة ديال اوميكرون اللي تسمى متحورة تانوية اللي هو لا سيما بي ساتة وهذا المتحور هذا كينتشر بوحد سرعة كبيرة ويعني الخبراء كيظنوا أنه هاد الانتشار الشريع لحدث في الصين فالدائي دياله هو هاد المتحور هذا هذا متحور اللي كي انتشر تقريبا يعني بوحد شكل لكل شخص يمكن لي أنه يعادي عشرة الأسخاص حتى ثلاثة 18 شخص سريع العدوى يعني الأوميكرون الكلاسيكي اللي فيه الفيروس كي يمرر يعني الفيروس شخص كي يمرر الفيروس الخمشة أشخاص فقط هناك نشوفه يعني السرعة والانتشار المهوي اللي يمكن ليه انتشر به هاد الفيروس هذا نعم بروفيسور اليوم يدخل حيث تنفيذ قرار منع جميع المسافرين القادمين من الصين أيا كانت جنسيتهم من دخول تراب المملكة هل التدابير المتخدة ببلادنا اليوم كافية للحيلولة دون انتشار مثل هذه المتحورات والتي ذكرت أنها تنتشر بسرعة؟ نعم أظل أن هذا قرار مهم جدا وهو قرار اللي جاء في الوقت دياله لماذا؟ لأن ما عندناش معلومات كافية معلومات يعني دقيقة من الصين اللي كتوضح لنا المتحورات اللي موجودين الآن داخل البلد وكذلك عدد المرضى وكذلك عدد وفيات بطريقة دقيقة والتخوف الكبير هو أنه يكون متحور بي أف أو لا متحورات أخرى اللي احنا ما عندناش علم بها وبالتالي مهم جدا أننا نتخذ الوقت الكافي حتى نجمع المعلومات والبيانات الكافية مدققة على ما يحصل في الصين وبالتالي صعب أن نقول أن هذا التدابير سيمنع دخول الفيروس لكن ستعطينا الوقت الكافي وستأخر دخول الفيروس لأننا نعرف أن الفيروسات لا تعترف بالحدود لكن يمكننا أن نأخذ الوقت الكافي نأخر الدخول للفيروس حتى نأخذ الوقت الكافي ونفهمه بتدقيق ما يحصل في الصين لم نحيت تسلسل الجيني والمتحورات لسائدة تمو كذلك الخطورة ديال هاتفيروس وخاءة لأحد الآن المعلومات التي تصلنا هو أنه الحدة في المرض ما تغيرت مع المتحورات الثانية الأخرى ديال أوميكرو بالمقارنة مع هاتف المتحور الثاني نعم البروفيسور عبدلابدو المدير أو مدير مختبر المناعة الجينية بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادة إنجاح الورشي الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة رهين بإصلاح المنظومة الصحية مشروع هيكلي لإعادة النظار في القطاع الصحي أطلق السنة الماضية وفق توجيهات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصحية وجعل الحق في الصحة متاحة لكل المواطنين وفي أجود الظروف تقرير سمير أسبان وعبد الإله الشاب قطاع الصحة حظي بالأولوية ضمن الرهانات الاجتماعية لعام الفين واثنين وعشرين في السابع والعشرين من يناير من العام الماضي ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله بابن سليمان حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد تسعة عشر ولقاحات أخرى مشروع هيكلي يعول عليه لتأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية كما يراهن عليه لجعل المغرب قطبا بيو تكنولوجيا على صعيد القارة والعالم سيضم هذا المصنع ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج مئة وستة عشر مليون وحدة في أفق سنة الفين واربعة وعشرين ستوقع أمام جلالتكم نصركم الله اتفاقية استثمار تتعلق بإنجاز وحدة الإنتاج لحق قاحات مضادة لكوفيد تسعة عشر ولقاحات أخرى بمدينة بن سليمان حفل لتوقيع اتفاقية الاستثمار لإنجاز وحدة تصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد تسعة عشر ولقاحات أخرى بمسليمان ترأسه جلالة الملك يعول على هذه الوحدة الصناعية لتكون من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم في الخامس من ماي من سنة الفين واثنين وعشرين أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينة بالرباط بنية علاجية من الجيل الجديد ستعزز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استعابية تفوق ألف سرير تشهيد هذه المنشأة الصحية يتماشى ورهان تجويد العرض الصحي إنه جوهر طموحات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والذي صادق عليه المجلس الوزري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الثالث عشر يوليوز من السنة الماضية من بين محاور هذا المشروع الإصلاحي الهيكلي تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية سيتيح هذا المشروع الإصلاحي أيضا إحداث الهيئة العليا للصحة إلى جانب إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية فضلا عن وكالة للدم ومشتقاته مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث هذه المؤسسات الجديدة صادق عليها المجلس الحكومي في الواحد والعشرين من دجمبر الماضي يتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 0722 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة مشروع القانون رقم 0822 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية مشروع القانون رقم 0922 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية مشروع القانون رقم 1022 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومشروع القانون رقم 1122 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تجاوز الخصاص القائم على مستوى عدد الأطر الصحية واحدة من أهذاف هذا المشروع في الوقت الذي يصل فيه الخصاص إلى 32 ألف طبيب و65 ألف إطار تمريضي كما سيتيح هذا المشروع أيضاً الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية يتيح فرص مهمة للقطاع الخاص من أجل استثمار في القطاع الصحي سواء القطاع الخاص الوطني أو المستثمير الأجنب سواء عبر عقد شركة بين القطاعين العام والقطاع الخاص أو عبر الاستثمار المباشر في جميع جهات المملكة وفق محددات الخريطة الصحية الجهوية لكل جهة إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لمعالجة كافة المعلومات الخاصة بالقطاع الصحي من بين المستجدات التي استحضرها القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إنه مشروع مجتمعي لإرساء العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الخدمات الصحية والحديث حول هذا الموضوع نواصله مع السيد عبد البي السباعي الباحث في التدبير الاستشفائي والنظم الصحية الذي ينضم إلينا بفاس أهلا بك سيدي إذن تعزيز السيادة الصحية ببلادنا وهو الورش الذي اشتغلت عليها الحكومة تجسيدا للإرادة الملكية الداعية إلى القيام بإصلاح جدري للمنظومة الصحية الوطنية ما الأهمية التي يكتسيها هذا الورش وما تحقق منها خلال سنة 2022 شكرا جزيلا على الاستضافة سنة سعيدة للجميع وكل عام وأنتم بألف خير مرحبا بك ما تحقق سيدتي خلال سنة 2022 الكثير والكثير في هذا المجال الحكومة اشتغلت كثيرا على هذا الموضوع والنتائج الكل يرى أنه ترسن قانونية كبيرة تم إنتاجها خلال هذه السنة وهو عمل وجبار قامت به الحكومة مشكورة في هذا المجال وما سيأتي إن شاء الله يبشر بالخير في هذا المجال المغرب قطع على نفسه هذا الوعد بأن إن شاء الله في هذه السنة سنكون أنجحنا بإرادة جماعية هذا الورش لأن هذا الورش الملكي يتطلب إرادة جماعية ويتطلب خيرات الجميع موارد بشرية حكومة مواطنين الكل يجب تجنيده من أجل أن يعرف ما له وما عليه نعم سيد عبد النبي أسباعي الحصيلة الصحية زيادة على هذا سيدتي من سنة 2022 لو سمحت لي عرفت تعزيز العرض الصحي بعدد من المنجزات من بنيات استشفائية أيضا مصنع تصنيع اللقاح ضد كوفيد ولقاحات أخرى ببن سليمان ما أهمية كل هذه المنجزات في إنجاح هذا الورش الكبير أكثر من هذا سيدتي هناك أكثر من ما يجب تذكيره هنا هو أنه زيادة على معمل بن سليمان الذي أشرف على انطلاق الأشغال به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإعطاء انطلاق أشغال مستشفى الجامعي ابن سيناء هناك في المغرب يا سيدتي عدة مستشفيات في طور الإنجاز وهناك من وصل إلى المراحل النهائية إن شاء الله هناك طنجة هناك مشاريع عديدة وذكرنا على سبيل المثال اثنين منها ما أهميتها اليوم ما أهمية تجويد هذا العرض الصحي في إنجاح هذا الورش الكبير تعرفون سيدتي أنه في الورش جانب مهم منه هو التغطية الصحية الإجبارية لما نقول تغطية صحية الإجبارية يعني أنه عدد عدد لا بد من أن عدد المستفيدين سيكون يعني ستكون هناك زيادة من عدد المستفيدين لاستقبال هذا العدد الهائل لا بد من وضع يعني لابنات أساسية وأوراش جديدة من أجل استيعاب هذا الكم الهائل ولكن ما نؤكد عليه كباحثين في هذا المجال هو تجويد هذه الخدمات تجويد هذه الخدمات والأساس والبحث عن سبل تمويل دائمة ومستدامة لا بد من بحث عن سبل تمويل دائمة ومستدامة حتى يبقى هذا الورش مفتوحاً وانت لقل مما ذكرت ما أهمية فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي هذا سيلعب دوراً أساسياً من حيث تنويع العرض الصحي وتجويده أيضاً هي حدث يعني جد مهم وتم يعني المصادقة على القوانين التي تنظمه وهو أيضاً لا بد أن يلعب دوراً دوراً أساسياً في المنظومة الصحية لكن نؤكد سيدتي على أنه وجب انخيرات الجميع في هذا الورش نعم أشكرك سيد عبد النبي أسباعي الباحث في تدبير الاستشفائي والنظم الصحية أشكرك جزيلاً على هذه الإفادة كنت معنا من فاس المقاربة المغربية لتصدي للإرهاب ومصادر تمويله أبانت عن نجاعتها في تجفيف منابع التطرف عبر سياسة استباقية وتعاون دولي مثمر مقاربة شمولية حظيت بإشادة دولية ومكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المغرب سنة 2022 كرست باستمرار الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لخطر الإرهاب بكل أشكاله كما سنتابع في تقرير لمهدي محيب ويوسف الشركي استراتيجية سباقية شمولية ومندمجة جعلت من المملكة المغربية بلدا رائدا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وشريكا استراتيجيا مشهودا به ولا محيد عنه على الصائدين الإقيمي والدولي الجهود والدأوبة الرامية لتحييض التهديدات الإرهابية ومحاصرة المشاريع المتطرفة التي تحذق بأمن المملكة والاستقرارها توصلت من خلال نهج مقاربة تقوم على الشقين الأمني والقانوني وأخرى تسند إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية بغية احتواء الفكر التكفيري ومحاصرته وتحصين المملكة من آفتي التطرف والإرهاب ففيما يتعلق بالجانب السوسي اقتصادي تم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005 وذلك من خلال إطلاق مشاريع مدر للدخل وإحداث مدارس ومستشفيات وبنيات تحتية تتوخى محاربة الهشاشة والفقرة وفيما يخص المجال الديني عادت المملكة وهيكلة الحقل الديني من خلال وضع المساجد وكافة أماكن العبادة تحت الوصاية الكاملة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتوحيد الهيئة المكلفة بالإفتاء فضلا عن تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي اطلع بدور كبير في ترسيخ ثقافة الإسلام المعتدل وفي إطار الدبلوماسية الدينية التي تنهجها المملكة والتعاون جنوب جنوب تم إحداث مؤسسات محمد السادس للعلماء الأفارقة وذلك للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها وتبادل الأفكار والطاقات العلمية وتأطيرها وتكوين الطلبة من عدد من البلدان الأفريقية حيث دعت القمة العربية التي انعقدت بالجزائر في نوانبر الماضي إلى أهمية مواصلة للسفادة من تجارب وخدمات هذه المؤسسة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات كما رحب القادة العرب بصدافة المغرب لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بأفريقيا مركز يعمل على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب وفي سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبدلها مختلف المصالح الأمنية من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وإجهاد مشاريعها المتطرفة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية باعتباره الذراع القضائية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك عدد من الخلايا كان بعضها قد بلغ مراحل متقدمة في عداد مخططات إرهابية وشيكة وبلغت التعقيد تساذف أمن المملكة وتوقيف عدد من المشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي بكل من إقليم القنيطرة سيدي يحيى زعير، إنزغان أيتملول، إقليم شيشاوة، الدار البيضاء، الناظور، طنجة، رشيدية، سيدي الزوين التابع لجهة مراكش أسفي وفي حصيلتها السنوية كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة خلال عام 2022 20 شخصاً مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2021 وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية رياضة المغرب إقليمياً ودولياً في مكافحة الإرهاب والتطرف تجسد في احتضان المملكة اجتماع التحالف الدولي ضد داعش بمدينة مراكش حدث دولي هام عرف حضور ممثلي أزيد من ثمانين دولة ومنظمة دولية وشكل فرصة لبحث سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء استضافة مراكش لهذا الاجتماع الدولي تأتي لتؤكد الثقة التي تحظى بها المقاربة المتفردة التي طورها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب وعدد من البلدان يكتسي أهمية بالغة حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية لهذه الدول من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتبادل معلومات استخباراتية دقيقة حول أنشطة متطرفة الجهود الكبيرة التي يبدلها المغرب من أجل تحييظ المخاطر الإرهابية ومحاربة المشاريع المتطرفة لا طالما حظيت بإشادة دولية كيف لا؟ والمملكة المغربية تعتمد على استراتيجية تشمل فضلا عن تدابير اليقظة الأمنية تعاونا إقليميا ودوليا وسياسات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ولإطراء الحديث حول أهمية هذه المقاربة الشاملة ينضم إلينا من رباط السيد محمد عسام العروسي أستاذ متخصص في القضايا الأمنية والعلاقات الدولية أهلا بك أستاذ إذن المصالح الأمنية بالمغرب تمكنت سنة 2022 من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بمختلف مدن المملكة وبالتالي منع تنظيمات أو منع تنظيمات متطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لعمليتها الإرهابية ما أهمية هذه الاستراتيجية هذه المقاربة الشاملة التي تشمل مجموعة من التدابير ولها أيضا أبعاد عديدة تمكن من وضع حد لمخاطر الأعمال الإرهابية حقيقة أن يمكن أن نسجل على هذا المستوى أن المجهودات التي بدلها المغرب خاصة في سنة 2022 هي في الشق الأول متواصلة ومندمجة مع السنوات السابقة التي بدأت من محاربة على عدة مستويات محاربة الإرهاب الذي يشمل عدة مستويات المستوى الأول على المستوى الداخلي داخل التراب الوطني وهذا بطبيعة الحال متواصل منذ أحداث 2003 الإرهابية وتجددت أيضا المقاربة بعد 2007 خاصة بعدما لاحت في الأفق العديد من التهديدات الإرهابية في منطقة شمال إفريقيا وأيضا في منطقة ساحل جنوب الصحراء والتهديدات التي تشمل حدود ما بين مالي وموريطانيا إذن هذا البعد ومع ظهور جماعة إرهابية ومخاطر إرهابية جديدة خاصة في هذه المنطقة وأيضا تحول جماعة السلفي للدعوة والقتال بالجزائر إلى أنصار إلى جماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأيضا تهديدات التي تشكلها القاعدة وتقارب القاعدة مع داعش في هذا المتلت وأذن خاصة بالنسبة للحركة الانفصالية البوليستارية التي تتقارب مع كل هؤلاء زعماء الجماعات الإرهابية وكذلك أيضا التحالف الذي أصبح لافتا ما بين هذه الجماعة والجماعات الجريمة المنظمة فيما يتعلق بمحاربة المخدرات والأسلحة ومتجار في البشر كل هذه التهديدات جعلت من المقاربة المغربية تذهب في اتجاهات متعددة متعددة الأبعاد ومتعددة أيضا التوجهات لكن استراتيجية موحدة لكنها متجددة ودكية تتعاطى مع كل هذه التهديدات بحزم شديد إذن قوة قوة الاستراتيجية المغربية أقول هنا أولا في الاستباق وهنا كيف تستطيع المصالح احتواء هذا الخطر الإرهابي والحيلولة دون أن يصل إلى مرحلة التنفيذ وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى يقضى يحتاج إلى مستوى كبير فيما يتعلق بالتحليل الاستخباراتي وأيضا تبادل المعلومات وهو الشق المتعلق بالتعاون الأمني طالما أن الظاهرة الإرهابية ظاهرة دولية وظاهرة كونية وتستغل الجماعات الحدود لتمرير العديد من العديد من الإرهابيين مقاربة تعتمد على التعاون الإقليمي والدولي وأيضا تحدى بإشادة دولية واسعة بأهميتها والدور الرياضي للمغرب اليوم في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والسلم والاستقرار يعني كيف تقرؤون هذا الباب بالتحديد هذا التعاون وأبعاده المستقبلية حقيقة أن كلما تسع مجال التعاون لمحاربة الإرهاب كلما كانت النتائج جيدة وكانت الحصيلة كبيرة هنا المجهودات التي يبدلون المغرب جيدة لكن شريطة أن يكون هناك تعاون بالنها أعتقد أن الشركاء التقليديين أصبحوا على دراية بأن المغرب هو فاعل إقليمي أساسي على مستوى محاربة الإرهاب هناك إشادة قوية من قبل دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية فرنسا ألمانيا إسبانيا فالحتياج إلى المغرب في هذا الباب وتنسيق الأمني هو أمر ضروري كذلك على مستوى المنظمات الدولية وأظن أن في زيارة لقوتاريس للمغرب بمناسبة منتدى الحضارات بفاس أشادة بالجهود المغربية في محاربة الإرهاب والتي لا تكتسي بعدا واحدا أمنيا أو قانونيا أو قضائيا لكن يتجاوز هذا البعد للبعد الشمولي وهو تتدخل في السيكولوجي بالديني بالاجتماعي بالاقتصادي مقاربة شاملة وبأطراف متعددة وبمتدخلين جدود أعتقد أن التعاون يساهم في إزالة كل الشوائب وفي محاربة الإرهاب بشكل جيد خاصة أن التهديد الإرهابية الآن والمخاطر لا ما فتئت تتضاعف خاصة في القرى الإفريقية تقارير أممية تؤكد أن القرى الإفريقية هي مشتل للعديد من الجماعات الإرهابية والجماعات المنظمة وبالتالي فمجهودات المغرب مجهودة أساسية وتابتة وقيمة مضافة للقرى الإفريقية وللعالم ككل لأن المغرب قام ولا زال يقوم بمجهودة أساسية خاصة على مستوى أيضا احتضان القمم الأساسية احتضان الاجتماع الوزاري لمكافحة أو لمواجهة داعش مؤخرا وإنشاء مكتب للأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب في الرباط هو دليل على هذه الإشادة ودليل على هذا التتمين للمجهودات المغربية على مستوى مكافحة الإرهاب من قبل المنتظم الدولي نعم سيد محمد عصام العروسي أستاذ العلاقات الدولية أشكرك جزيلا الشكر على هذه الإفادة بقلميم جرى إطلاق خط جوي يؤمن نقل المعتمرين المتوجهين للديار المقدسة من مطار قلميم إلى مطار الدار البيضاء الدولي خدمة تعزيز خدمات النقل الجوي استحسنها المستفيدون منها من ساكنة جهة قلميم وادنون الحافظ محضار وجمال الخصاصي من حاضرة جياد قلميم وادنون صوب الديار المقدسة خط جوي يؤمن رحلات للمعتمرين عبر العاصمة الاقتصادية للمملكة الخط الجوي تؤمنه إحدى الوكالة الخاصة بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية في طار جهود تيسير وتجويد خدمات التنقل لفائدة ساكنة هذه الجياد الجنوبية لأول مرة انطلاق المطار قلميم رحلة إلى الديار المقدسة قصد العمراء هذه تجي في إطار الخدمات التي تقدمها الوكالة من تذاكر ومن فنادق وسياحة هذه السياحة الدينية كانت أعتبرها مكسب لمدينة قلميم بهذا المطار وفي شراكة مع الخطوط الملكية المغربية هذه أول رحلة انطلاقها من قلميم نتمنى إن شاء الله أن العملية تتكرر ميرانا وتكرانا بالمساعدة ديالجياد المختصة المعتمرون في جهة قلميم وادنون استحسنوا إطلاقها طرخط الجوي انطلاقا من حاضرة وادنون والذي سيخفف من أعباء التنقل عنهما خط يعزز الخدمات المقدمة لمستعمل مطار قلميم الذي يعد من المنشأة الجوية من الجيل الجديدة هذه أول مرة من مدينة قلميم مباشرة عن ديار المقدسة يعني شرف وافتخار كبير يحضون الشوق لكل مكان وخفوا علينا يعني عبط طريق التنقل هنا للقادير وهذا يعني الله جزاهم بيخار ونتمنى أن تتكرر هذه الباديرة مقاربة ديالتقريب للإدارة أو تقريب الخدمات للمواطن هذه قيمة مضافة تتزدد إن شاء الله لساكنة مدينة قلميم والشيها كلها ومشكورون على الخدمات التي قدمنا سواء على مستوى التأطير أو على مستوى التنظيم وهذه تقريباً تكون بادرة طيبة إن شاء الله تمنى تفتح أفاق أخرى كان قد مجازل شكر للخطوط الملكية والخطوط الجوية على هذه البادرة الأولى من نوعها بالنسبة للجهة قلميم مدنون والتي في الحقيقة خفت من العب ديال المعتمرين والحجاج وهذه البادرة إنه لولا هي عدد من الناس ما كان شيء يقدر يعتمر لكون بعد المكان ولكن ساهمت بـ 80% بالتشجيع ديال الناس هذا الخط الجوي سينشط حركة التنقل للمعتمرين مرة واحدة كل شهر من قليميم ومروراً عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في انتظار إطلاق خط الجوي مباشرة مستقبلنا ومن قلميم ينضم إلينا سيد عبد الوهاب الشعباوي مدير مطار قلميم أهلاً بك سيدي إذن حدثنا عن الأهمية التي أضحى يطلع بها مطار قلميم في تأمين النقل الجوي لساكنة الجهة وخدمات ربما جديدة يوفرها بعد تحديثه أهلاً سيدتي مرحباً وشكراً للقناة الأولى على الاستدفاء لقد عرفت حركة النقل الجوي بمطار قلميم انتعاشاً ملموساً خلال 11 شهر من سنة 2022 حيث تمكننا وللحمد من تجاوز مستوى النشاط المسجل خلال سنة 2019 بنسبة 142% وقد استقبل المطار خلال الفترة المتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر نوانبير 2022 ما يقارب 17 ألف مسافر عبر 480 رحلة جوية وكما شاهدتم خلال الرابورتاج فقد عرف مطار قلميم مغادرة أولي فوج من المعتمرين المتوجهين عبر مطار الضربدة إلى الديار المقدسة لأداء منسك العمر أما فيما يخص الربط الجوي في مطار قلميم يرتبط حالياً بوجهة دولية واحدة هي لسبالماس وبمعدد رحلتين في الأسبوع ورحلة داخلية يومية يومية ويتم استقبل المسافرين الوافدين على المطار بتعاون مع مختلف الشركاء المطاريين في أحسن الظروف حيث يتم جنيد كل الطاقة والموارد البشرية من أجل ضمان إنسيابية مرور المسافرين داخل المطار السيد عقباد الشعباوي مدير مطار الميم أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في نشرة الظهيرة إلى موضوع آخر احتضنت مدينة سل البطولة الدولية الأولى لطيور الأقفاص بإفريقيا وذلك بمشاركة عدد من الدول ومهتمين بشأن علوم الطيور البطولة هدفها إشعاع هذه الرياضة والتعريف بها وطنيا ودوليا رضا عماو وحسن مندور على اختلافها اجتمعت هنا بسالة طيور من كل الفئات كنار التغريد الألماني الأصل كنار المال والبلجيكي وطيور أخرى مع قوفة المنقار كطيور الباجي وطيور الكوكتيل والمناسبة تعريف برياضة أضحت تتخذ مكانة كبرى وطنيا ودوليا وطنيا كما نلاحظ أنها تشمل على مجموعة الأصناف منها طيور اللون طيور الشكل طيور التغريد وطيور المناقة المقوفة وكحمد لله كان حلم بصراحة المغاربة لأننا كنا نشاهد أزيد من ألف طائر ومئة وثلاثين مشارك شاركوا في هذه البطولة الدولية يمثلون مختلف الدول وهوات مغاربة ينتمون لجمعيات تهتم بالشأن الأورينوتولوجي الهدف هو أن تشارك مع عدد من هوات تربية الطيور من مختلف الدول حسب القوانين التي ستعتمدها الفيدرالية العالمية للأورينوتولوجيا هي التي تأثيرك بقوة تغاردها وسحرها تربية الطيور بالمملكة رياضة أضحت تتطور بشكل لافت في السنوات الأخيرة ما يفسر اتساع قاعدة هوات هذا السنف الرياضي والذي سيسهم في إشعاع صورة المغرب وطنيا ودوليا في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم ستجرى خلال الأيام ثلاثة المقبلة مباريات الجولة العاشرة من المنافسات بعد زوالي اليوم اتحاد تانجا سيواجه مولدية وجدة وفي المساء حسنية أقادير ستصدف دفاع الحسن الجديد فيما سيحل فريق رجاء الرياضي ضيفا على أولمبيك خريبغا باقي مباريات الدورة العاشرة ستجرى يوم غد وبعد غد الخميس رياضيا دائما بالمعهد الملكي مولاي رشيد لتكوين الأطر بسلا نظمة الجامعة الملكية المغربية لرياضة الوشو دورة تكوينية خاصة بالمدربين والمساعدين شملت دروسا نظرية وتطبيقية ومراجعة عامة لأساليب هذه اللعبة ومستجدات القوانين والتحكيم وغيرها خالد شخمان وأمين شرقاوي ثلاثة أيام هو عمر الدورة التكوينية للمدربين والمدربين المساعدين في رياضة اللوشو كونكفو برنامج حافل عرف دروسا نظرية وتطبيقية شارك فيها أزيد من مئة من المؤطرين من مختلف جهة المملكة كان الشق ديال اليد الفارغة اللي كانت تتنقص ما بين شمالي وجنوبي وتايشي وكذلك كانت اليد اللي فيها يعني الأدوات اللي كانت فيها الأسلحة القصيرة اللي كانت فيها السيف السيف العريض أو الرقيق وكانت عندنا النشاط ديال ميروحة لأنه لسيما الميروحة ردخلت الألعاب الأولمبية ستكون حضرة في بطولة الأولمبية ديال الشباب الدورة التكوينية همت جميع أساليب رياضة اللووشو الشمالية والجنوبية والساندة والتيجي كما تم تعرف على جديد اللعبة على مساوى التحكيم عدد من هؤلاء المدربين هم أيضا أبطال ينتمون للفريق الوطني أفريقين تربوسات بحكم استعداد مشاركة المنتخب الوطني المغربي البطولة الأفريقية التي تكون في 2022 وبطولة العالم التي تكون في أمريكا في تكساس والحمد لله البطولة الوطنية التي كانت مؤخرة كأس السفير بنت واحدة الجنراسيون التي تأخذ المشعل للمنصات الذهابية إن شاء الله الرحمن الرحيم في قابل المشاركات العالمية إن شاء الله والسعاد الأفريقي الجامعة الملكية المغربية للووشو عملت على إبقاء هذه الرياضة قريبة من المتمدرسين إذ أصبحت من الرياضة المدرسية والعام الجاري حافل بالنسبة للفريق الوطني الذي يشارك في بطولة إفريقيا وبطولة العالم كبار ختم نشرة الظهير مشاهدين الكرام نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء اليوم ثالث يناير يدخل حيث تنفيذ القرار الذي اتخذته السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين من وجود ترابي المملكة وذلك على ضوء تطورات جائحة كوبيد تسعة عشر بالصين وطرحنا السؤال بالمناسبة عن التدابير المتخدة للحيلولة دون انتشار المتحولات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية مشروع هيكلي مرتبط بإصلاح القطاع الصحي وضمن النشر استحضرنا الخطوط العريضة لهذا الورش الذي رسم معالمه جلالة الملك لتمكين كل المواطنين من الحق في الصحة وطرحنا السؤال حول أفاقه وأبعاده الاجتماعية والمقاربة المغربية في مجال تصدير الإرهاب هي مقاربة شاملة وناجعة في تجفيف منابع تطرف مقاربة تحدى بإشادة دولية ومكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية داخل المغرب شكرا على الاهتمام والمتابعة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء غدا بإذن الله